مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم ولدنا تحت جنحنا اليوم عندنا موضوع مهم مهم جدا بالمرات هذا الموضوع يعني حتى الأطفال وكامل يديرون جيهم هذا الموضوع هذا هو التبول اللا إرادي يعني على أغبار للنوريزي والتبول لا إرادي عند الطفل سيتون ملادي هذا مرض ولكن بالنسبة للأمراض التي نشاهدها عند أطفالنا وتلاميذتنا يظهر لي أنا أن التبول مرض بالنسبة لبعض الأمراض لأكثر خطورة وأكثر سيقا طفل عادي من عامين الفرق خلاص نعمالما عنده يكون نظيف كما يقولون يكون نظيف حساتكم الأسبوعية الموجهة للأولياء؟ أولادنا تحت جنحنا أجيكم هذه المرة بموضوع مهم جدا هو موضوع التبول اللا إرادي التبول اللا إرادي هو موجود ولكن بالمرات الأولياء ما يعرفوش كاش يتعاملوا معه وخاصة كيتقدم في السن تلت سنين كانت ما زالت ديلوليكوش حنا كي جينا الطفل في الفحص النفسي الشيء الأولي نقوموا به هو مع الأم تاعه تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحتجنحنا بوان كوم ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحتجنحنا السلام من حق حلم دلس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان